اهلا بكم الجديد معنا تعرف العلاقات المغربية الاسبانية دينامية جديدة بفعل زيارات رسمية اهميتها اهمها زيارة انا ماريا باستور رئيسة البرلمان الاسباني الكورتس التي اكدت على اهمية التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات واساسا الجانب الامنية لمواجهة اثاة الارهاب وسبق ذلك اعلان كل من الرباط ومدريد عن عملية امنية مشتركة لتفكيك خلية تنشط بين ثغر مليليا ومنطقة بنيشيغر بضواحي النظور وارتباطا باسبانيا يطرح ملف استقلال كتالونيا جدلا كبيرا بالجارة الشمالية ارتباطا بتصويت البرلمان المحلي الكتالوني على قوانين القطيعة مع اسبانيا والاستعداد لاجراء استفتاء حول استقلال الاقليم في فاتح اكتوبر المقبل لتعليق على هذين الموضوعين نستضيف في الاستجون نبيل لدريوش رئيس تحرير بقناة ميدي ان تيفي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا جوارا ومساعد لك والجمهور الذي يتابعونا طيب اذا سمحت نبيل نتحدث اولا عن الزيارات المتبادلة اي قراءة اي دلالات لهك يمكن ان اقسم زيارات الى قسمين هناك زيارة التي قام بها وزير الداخلية الاسباني فايدو مباشرة بعد اعتداءات برشلونة جاءت لعطاء دفعة للتنصيق الامني ما بين المغرب واسبانيا خصوصا معدما تم تعرف على ان منفدي الهجوم في برشلونة هم مغاربة بتلك هناك حاجة لتعاون اكتر من طرف السلطات المغربية في هذا الموضوع ثم جاءت لقاءات ما بين امنيين مغاربة واسبان من اجل تعميق يعني التعاون بين الطرفين في هذا الموضوع ثم جاءت زيارة رئيسة البرلمان الاسباني جاءت لإعطاء دفعة للتعاون البرلماني ما بين المغرب واسبانيا ولكنها ايضا ركزت على موضوع الارهاب قالت بان الارهاب ملف اساسي في التعاون ما بين المغرب وما بين اسبانيا ولاحظنا ذلك في التصريحات التي خرجت بها مباشرة مع بعد اللقاء الذي قامت به مع رئيس مجلس النواب المغربي محمد الملكي طيب نبيل انت كتبت عن الجوار الحذر هذا الجوار كذلك يواجهه خطرا دهما هو داعش كيف تنظر إلى هذه الزوار؟ أعتقد بأن الأمن القومي لإسبانيا يوجد في المغرب بل ربما الآن صار يوجد في منطقة السحل والصحراء الكتابات السياسية الإسبانية منذ ثمانيات القرن الماضي كانت تعتبر بأن المغرب بلد مهم وأساسي بالنسبة للأمن القومي الإسباني صحيح بأن هناك ملفات للصراع ما بين البلدين لذلك كتبت عن الجوار الحذر لكن هذا لا يمنع من وجود تعاون استراتيجي من البلدين فيما يخص بعد ملفات الاستراتيجية مثل محاربة الإرهاب طيب نتحدث كذلك عن تنسيق ما أهمية التنسيق بين البرلمانيين والبرلمانيين في البلدين؟ تنسيق مهم أولا لأن هناك منتديات برلمانية ما بين المغرب وإسبانيا عقدت ثلاث منتديات ما بين برلمانيين مغاربة وإسبان لمناقشات القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للبلدين وكل ملفات استراتيجية التي تهمهما طيب هناك موضوع يطرح بشدة اليوم في إسبانيا ويتابع بأهمية كبيرة في الخارج استقلال كتالونيا كيف تنظر إليه؟ استقلال كتالونيا قنبلة ألقيت في وجه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو الرخوي وهو موضوع شائك ويهدد كل أوروبا بمعنى أن هناك حساسيات استقلالية لدى بعض البلدان الأوروبية يمكن أن تنتقل العدوى بالنسبة من كتالونيا إلى بعض البلدان الأخرى ممكن تفتح شهية البقية وتفتح شهية البقية وهذا يهدد حتى الاتحاد الأوروبي مشكلة الانفصال في كتالونيا بدأ ربما في البداية أشبه بلعبة لم يكن الذين يقومون بها يدركون خطورتها لكنه الآن تحول إلى موضوع حقيقي وموضوع يهدد الأمن القومي لإسبانيا ويهدد وحدة الترابية لهذا البلد الجار في البداية كانت تجرى هناك استفتاءات ما بين عامي 2009 و2011 من طرف بعض جمعيات المجتمع المدني لكن لم يكن يؤخذ الأمر على محمل الجيدية اليوم هو موضوع جاد؟ اليوم هو موضوع جاد منذ 2010 كان هناك نجاح لأرتور ماس الذي صار رئيسا للحكومة الإقليمية الكتالونية أرتور ماس ما بين 2010 و2012 عندما كان يطرح موضوع انفصال كتالونيا كان يطرحه كنوء من تهديد لمدريد من أجل أن يحصل على انتيازات أكثر لإقليم كتالونيا بمعنى استقلالية أكبر بالنسبة لإقليم في مجموعة هذه القطاعات درائب أقل لأننا نعلم بأن إقليم كتالونيا تفرض عليه درائب أكثر من باقي الأقلين بحكم أنه المحرك الاقتصادي لإسبانيا وبالتالي فالسكان برشلونة أو الكتالون يعتبرون بأنهم خاسرين في المعادلة التي تجمعوا مع مدريد على أساس أنهم يدفعون درائب أعلى من باقي المناطق في إسبانيا لكنهم يتلقون من الحكومة المركزية في مدريد استثمارات أقل وتمويلات أقل وهذا بالنسبة إليهم هي لعبة خاسر رابح وليست لعبة رابح رابح بالإضافة إلى أن هناك إحساس كبير بأن الكتالونيا هي أمة ما هي جذور المشكلة؟ هي جذور المشكلة تبدأ أعتقد منذ عام 1492 1492 هو تاريخ طرد المسلمين من غرناطا كان هناك إمارتين هي إمارة أراجون وإمارة قشتالة استطعت أن تتحالف من أجل أن تطرد المسلمين مباشرة بعد طرد المسلمين استطعت أن تهيمن على باقي القوميات الأخرى أو لباقي الإمارات الأخرى وشكلت تحت القومية القشتالية ما يعرف بإسبانيا الموحدة بدعم طبيعة الحال من الكنيسة وبقيادة من التاج القشتالي باقي القوميات منذ ذلك التاريخ كانت هناك محطات كثيرة بدأت تشعر بأنها متهدة خصوصا في بعض المحطات مثلا بعد غدين سيحتفل الكتالانيين بلا ديادة لا ديادة هو العيد الوطني الكتالاني الذي يصادف 11 من شتامبر من كل سنة ما هو لد ديادة هو اليوم هزيمة الكتالانيين أمام الملك الإسباني في لبي الخامس والذي فرض على الكتالانيين عدم استعمال اللغة الكتالانية عدم أن تكون لهم بعض الرموز التقافية وفرض عليهم اللغة القشتالية نفس الشيء عانته كتالانيا في فترة فرانكو بحيث أنه لم تكن هناك حرية في استعمال الرموز التقافية الكتالانية أو في الحديث أو تدريس اللغة الكتالانية لكن مع انتقال ديمقراطي بعد وفاة فرانكو عام 1975 لاحظنا بداية مسلسل جديد استمر إلى اليوم طيب نبيل نريد أن نتحدث كذلك عن التشكيلة الأساسية التي ربما تدافع عن هذا الانفصال والسؤال الذي يبدو لي حري هو هل كليتها قوية هذه التشكيلة الأساسية ما هو حجمها الحقيقة اليوم حجمها الحقيقة أعتقد بأن ليس هناك أكثر من 40% من الكتالانيين الذين يناصرون الانفصال 60% من الكتالانيين إما أنهم يشعرون فعلا بأن حقوقهم تقافية مهضومة وبأن هناك معادلة رابح خاسر تجاه مدريد أو أنهم متخوفون من أن تقودهم هذه التجربة إلى المجهول ولكن هذه التخوفات ربما تحتاج إلى ضمانات هل الحكومة المركزية ممكن أن تطبئن مثلا؟ الحكومة المركزية الخطأ الذي ارتكبت أنها عندما بدأت تعالج موضوع انفصال في كتالونيا عالجته من الناحية القانونية بمعنى أنه كلما قام أرتور ماس أو بيكديمونت فيما بعد بأي خطوة تلجأ إلى المحكمة الدستورية لتقول بأن هذه الخطوة هي غير دستورية وهي معارضة للدستور هل الحكومة فهمة الآن؟ لا أعتقد بأنه فهمة الآن لأننا لاحظنا بأنها بدأت تعالج الآن الموضوع من الناحية القانونية ومن الناحية القضائية لأنه مباشرة بعد تصويت البرلمان الكاتلاني بـ 72 صوتاً التي هي أغلبية بوكديمونت يعني الحزب الذي يرأسه بوكديمونت ودجون كيراس الحزب الجمهوري الكاتلاني وعشرة مقاعد التي يتوفر على حزب لكوب نصل إلى 72 التي تشكل أغلبية التي انبتقت عنها حكومة بوكديمونت ولكن ما نلاحظه أن الحكومة الإسبانية حركت مسترة متابعة ضد أرتور ماس حركت مسترة متابعة قضائية ضد بوكديمونت بحكم أن هذا الاستفتاء غير شرعي وبالتالي كل وسائل التي سيتم استخدامها من مال ستكون غير شرعية وسيتم بالتالي صرف تلك الأموال التي تعود للشعب الإسباني في مسائل يعني خطة الطريق اليوم موجود نفس هذه الرؤية ما زالت موجودة ما كان على الحكومة أن تقوم به مريانو الرخوي أنه بالموازات مع ربما وقف بعض القرارات التي كانت تقوم بها الحكومة المحلية الكاتلانية يعني قرار الاستفتاء إلى آخر أن تقوم ربما بالحديث عن تعديل دستوري لماذا؟ لأن الدستور في إسبانيا موجود منذ عام 1978 والدستور في إسبانيا لم يعطي لكاتلونيا وبعض المناطق القومية التاريخية تلك الأهمية ربما التي تستحقها وصرت دائما تحس بأنها مضلومة ومهضومة الحقوق عندما تم وضع النظام الحالي المعمول به يعني نظام الحكومات الإقليمية طرح أولا مشكلة القوميات في كاتلونيا في بلاد الباسك وفي غاليسيا لكن المشرع الذين اجتمعوا من أجل سياغة الدستور قالوا لا لا يجب أن نطبق فقط هذا القانون في ثلاث مناطق التي لها حساسية تاريخية سنطبقه في مجموع البلاد وخرجت بالصورة التي عليها إسبانيا جورجي بوجول وهو وجه رئيسي وتاريخي في كاتلونيا بل قد نقول بأنه أحد أكبر رجالات السياسة الكاتلونية في نهاية القرن العشرين قال هذه إذن قهوة للجميع بمعنى أن هذا الأمر لا يركض في باراتودوس معنى أنكم أعطيتم القهوة للجميع وبأنكم لم ترعوا تلك الخصوصية التي هي لكاتلونيا وهي لبلاد الباسك بلاد الباسك له خصوصية طبعا كان مرتبط بالإرهاب إلى آخره لكن كاتلونيا تم منحها مجموعة من الحقوق لكن دائما كان الكاتلان يشعرون بأنهم مظلومين وبحكم أنها هي المحرك الاقتصادي فكانت تشعر بأن كاتلونيا هي جهة غنية وبأنها تنفق أموالها على الفقراء تنفق أموالها على الأندلسيين طيب صوت الحكمة أو صوت العقل اليوم موجود داخل الحكومة الإسبانية هل من خطة طريق معسهم فاعلون لأننا قريبون من التاريخ المحدد لا يبدو الآن في إسبانيا صوت للعقل سواء في هذا الطرف أو في الطرف الآخر ما يبدو هو في العناد وهو يشبه سيارة في منحضرة وبدون فرامل هذا الوصف استعمله أحد أبرز الصحفيين الإسبان وقال بأننا الآن وصلنا إلى هذا المستوى وهي أكبر كارتة في تاريخ إسبانيا الديمقراطية لأنها تدرب في الدصور ولأنها تهدد البلاد بأتفكك في حالة التصويت باستقلال كتالونيا هل من احتمال إنشاء دولة؟ أن تنشئ دولة اليوم في كتالونيا صعب جدا لأن كتالونيا أولا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي وكتالونيا دخلت إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق إسبانيا بمعنى أنه بمجرد ما ستعلن أو سيعلن انفصالين في كتالونيا عن الجمهورية هذا يعني أوتوماتيكيا أنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي خروجها من الاتحاد الأوروبي يعني أنها ستخرج من نظام الأورو يعني أن عدد كبير من الشركات متعددة الجنسية الموجودة في كتالونيا ستشعر بأن مصيرها الاقتصادي مهدد وبالتالي فإنها ستهرب إلى مدريد وربما قد تفر إلى مناطق أخرى هذا يعني انهيارا اقتصاديا كارتيا لكتالونيا في درفين وجيز هل يمكن أن تعود كتالونيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعود لأن الاتحاد الأوروبي هو نادي والعضوية فيه لا تتم يعني من طرف الجزء وإنما من طرف الكل يعني تمت عن درق إسبانيا ما هي الخيارات الممكنة إذا كانت كل هذه الاحتمالات واردة الخيارات الممكنة سأعود إلى تشكيلة في تشكيلة الآن مدافع عن انفصال هناك ثلاثة ألوان هناك اللون الذي يمثله حزب السيدسي الحديث يعني كان حزبا يعني الكمبرجينساوينيون ثم انفصل عنه جزء منه ثم صار حزب السيدسي يعني التألف الديمقراطي الكاتلاني الذي فيه أرتور ماس والذي فيه رئيس الحكومة بوك ديمونت هذا الحزب انفصالي ولكنه كان يمين وسط إلى حدود يعني السنوات القليلة الماضية لم يكن يجهر بالانفصال إلا مع أرتور ماس ثم لدينا الحزب الذي يتحالف معه موجود في اتلاف جون سبول سي التي تعني معا من أجل سي يعني من أجل نعم للاستفتاء هذا حزب معروف قوميا أو تاريخيا بأنه حزب يساري جمهوري كان وجهه البارز جون تاردا الذي كان موجودا في البرلمة الإسباني الآن زعيمه هو جون كيراس وهذا ربما هو الذي كان وراء تشدد موقف أرتور ماس حيال مسألة انفصال عن كتالونيا ثم هناك حزب صغير الذي يدعم الآن الانفصال في إسبانيا وحزب لاكوب حزب لاكوب قد نقول عنه بأنه حزب ضد الإمبريالية ضد الرأس مالية حزب ربما ينتمي إلى فترة الحرب الباردة وبالتالي فإن هذا الحزب لا يريد للانتماء للاتحاد الأوروبي ولا يريد حتى إشراء الاستفتاء يقول عليكم أن تأتوا الآن وأن تعلنوا عن قيام الجمهورية في كتالونيا وكفا نبيل دريوش رئيس تحريري بقناة ميديا ان تيفي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين نلتقي مجددا عند المنتصف اشتركوا في القناة